ينفع حد يخيارك بين عينك اليمين وعينك الشمال طب ينفع حد يخيارك بين أمك وابنك سؤال رغم أنه هو يبين غريب بس بيحصل زي أن واحد يزعل مثلا من أهل مراته فيقول لها أنا أولادك كوم وأمك وأبوكي كوم تاني شوفي بقى هتختاري مين بس اللي حصل مع أمني بطل القصة حقيقة النهاردة كان أغرب لأن اللي خيارها أمها قالت لها يا أنا يا جوزك وابنك إيه لي خلي أم تقول كده والمفروض أمني تتصرف إزاي دلوقتي طب تختار مين عشان نعرف نجاوب صح ونحاول نساعدها تعالوا نسمع حكايتها من الأول اسمي أمني وعندي 22 سنة متجوزة زوج حنين بحبه جدا وابن جميل مالي علي حياتي اللي كانت قابل منه جحيم بسبب تصرفات أهلي فتحت عيني على الدنيا لقيت نفسي البنت الوحيدة وسط أخوات ولد كنت أصغر واحدة فيهم رغم أن ماما وبابا وإخواتي كانوا بيعملوني على أني البنت الدلوع اللي كل طلبتها مجابة من لبس لفلوس لفسح بس أنا ما كنتش محتاجة كل ده اللي كنت محتاجة بجد كان حضن إحنين حضن يحتويني حد يتكلم معي بحب وحنين ويعرف ياخد ويدي معي في الكلام وأهلي كانوا فاكرين أن مادام طلباتي المادية مجابة يبقى كده هما مش مؤثرين هما فيش حاجة نقصاني ومش هي دي المشكلة الوحيدة يا سيلي بس تقدري تقولي أنها المقدمة لمشكلة أكبر ما خلياني محرجة ومتدايقة جدا أني مضطرة أولها أمي يا سيلي طول عمرها ما كانتش قريبة مني ولما بدأت أكبر وأفهم اكتشفت أن ليها اهتمامات تانية بناس تانية حوالينا مش قريبين مننا كانت إنسانة اجتماعية زيادة عن اللزوم وليها صداقات كتير والغريبة أن أنا الوحيدة اللي كنت بنتقد تصرفتها وطول الوقت أبويا وإخوتي ما لهمش رد فعل كنت بتئيزي جسديا ونفسيا بسبب علاقتها لحد ما جاء علي وقت وكرهتها قوي وأنا في مرحلة المراقة محدش كان قريب مني كل واحد من أخواتي كان متجوز ولي حياته وبابا شايل إيده ومش مهتم في الوقت ده كان لينا جار أقل من مستوانا المادي والتعليم بس كان راجل راجل بجد وأد المسئولية في تصرفاته وطريقة كلامه وخوفه علي وغصبه عني حبيته حبيته في جميع مراحل عمري إعدادي وسنوي وكلية كان هو الحضن الحنين بالنسبة لي وصوت العقل والحكمة لما بحتاج للنصيحة صدقة وما كنتش بلاقي حد يدها لي غيره ولما أمي عرفت أني بحبه حاولت تبعدني عنه بأي تمن استخدمت معايا كل طرق الإهانة والضرب والتهديد وهي وأخويا ضربوني كتير وبهدلوني أكتر وعرفوني على شخصيات بعدة طوب الأرض عشان أرتبط بحد غيره وبعد عنه أتجوز بس أنا مقدرتش وهو كمان حاوله يأذوه كتير بس أنا كنت بنبههم كنت بنبههم تعبت كتير بسبب تصرفاتهم معايا بس ما استسلمتش وفي المقابل كان بالنسبة ليهم الشخص ده بالذات لا عندهم فيا لإني كنت متمسكة بي جدا واحد من أخواتي كان موقف من الموضوع سلبي جدا وكل همه إني ماخدش ورس عشان كده كان منحز لصف أمي وفي مرة قعد مع حبيبي وحبيبي قال له أنا عايزها بشانطة هدومها وبس ومش عايز حاجة منكم فرد أخوي عليه وقال له لو كده يبقى طمدي وصولات أمانة على بياض وأختي كمان طمدي على دفتر عشان ما تطلبش بأي حاجة من مرسها والغريبة أن أخويا بعد ما قال له كده رجع البيت وقال لنا كلام غير كده خالص وكدب وقال ده لما لقاني هدي هلو بشانطة هدومها رفض عشان يخليني أشوفه وحش وعشان عندي في البيت ما يوافقوش أكتر ويبان إنه داخل على طمع أما أخواتي التانين وبابا فما كانش ليهم دعوة بحاجة أمي هي اللي كانت مسيطرة ورغم اللي عملو معها يا سالي حبيبي كان راجل جدا وكل خالاتي وخلاني كانوا بيشكروا فيه وكتير كتير حاولوا يقنعوا أمي لكن هي كانت بترفض ورفضة رفضة تام قالت لي كفنك ولا إنك تتجوزين وفتحوا دماغي وكسروا عظمي واتبهدلت حرفيا ضربوا إيهانات طول الوقت بسهب حبي وتعلقي بي قلت لهم طب حتى نعمل خطوبة فترة قصيرة وجربوا وشوفوا وحكموا بنفسكم أمي قالت لا وكانت هي رفضة إنه يتقدم أصلا وكل ده عشان مستوى أمي يا سالي شخصية متكبرة جدا وهي القامر الناهي بالبيت ويشهد ربنا إن حبيبي يحاول معاها كتير لدرجة إنه قال هكتب لبنتك الشقة باسمها ومش عايز أي حاجة منكم وبرضو رفضت وقالت ما هو ممكن يضربها بعد الجواز عشان تتنازل في الوقت ده كان خلي مقطع والدتي بسبب جواز أخويا من بنته اللي انتهى بالطلاق والمشاكل ولما لقيني مظلومة وشاف إن حبيبي شخص كويس هو اللي كتب لكتابي على جوزي حاليا وكان عمري وقتها عشرين سنة وهم اللي اضطروني أتجوزوا من وراهم وتجوزتوا يا سالي وعشت معاه سنتين وعندنا دلوقتي ياسين حملت وولدت وعشت وأمي وإخواتي وأبويا مش جنبي دول ما رديوش يدوني حتى هدومي وجوزي اشترالي كل حاجة حلوة وخلاني مش محتاجة لحاجة وبيشتغل ليل نهار عشان يلبي كل طلباتي محدش كان بيسأل علي غير خلاني وخلاتي وولدهم فأول جوازي كنت بغلط في أمي مع العيلة وكان بيوصلها كلامي لإني كنت كرهاها كرهاها هي وإخواتي بعد اللي حصل لي بسببهم بس بعد ما خلفت وحسيت بمعنى الأمومة واللي ارتبط بالضنع طلبت من أمي تسمحني مع إني مش غلطانة في جوازي ولو رجع بي الزمن مش هعمل غير اللي عملته أنا عيشة مع اللي قلبي اختاره وكان ولا زال راجل بمعنى الكلمة وكل اللحظة بتأكد أكتر إني كنت صح في اختياري كفاية أن أنا مبسوطة معاه قوي ومرتاحة يا سالي وأمي عارفة بدا ومتأكد ومش عارفة ليه يا زعلانة ومتدايق أني مبسوطة لما طلبت منها تسمحني رغم الأزل اللي تسببت فيه قالت لقرايبي تتطلق الأول وتسيب جزها وبنها وساعتها تيجي وهشيلها فوق راسي غير كده لا هي بنتي ولا عرفها وأخويا مقويها عشان الورث تفتكر يا سالي أنا صحة ولا غلط أنا مش عارفة أعمل إيه هقاطع أمي اللي نفسي راضيها عشان خطر ربنا بس هي مش راضي والله خسر جوزي وابني اللي باوه أهم وأغلى حاجة في حياتي مستحيلة أقدر أبعد عن جوزي اللي شايلني فوق راسه وجوه عينه وعيشة معا مرتاحة وميسورة الحال مش لازم أكون غنية بس أنا مبسوطة مبسوطة وسط جوزي وابني ونايمة جنبهم وأنا واثقة إن ما فيش حد يقدر يمس شعره مني أو يغلط فيي وأنا جنبه هو ضهري وسندي أحل المشكلة دي إزاي لحد هنا وخلصت رسالة أمني أنا أعرف إن الأم بتتمنى لولادها إن هم يبقوا مبسوطين وأعرف إن أمهات ممكن يعملوا أي حاجة عشان بنتهم ما تتطلقش ولو اتطلقت تبقى منحة في البيت لكن أم تبقى متضايقة إن بنتها مبسوطة مع جوزها وبتعمل كل حاجة عشان تطلق منه جديدة علي طب المفروض أمنية تتصرف إزاي تختار جوزها وابنها ولا أمها طب لو اخترت أمها هتكون تعيسة لأن الحنان واللحتوائل هي شفتهم من جوزها ما شفتوش مع أهلها طب لو اخترت ابنها وجوزها هتفضل طول عمرها حاسة إن في حاجة نقصها لأن ما فيش حاجة في الدنيا ممكن تعوض الأم حتى لو ما كانتش إحنينا عليها برضو بالفطرة شو تقدر تستغنى عنها مهما كانت تصرفاتها طب يا طرق أمناك كانت غلطانا لما تجوزت غصبا عن أهلها ولا بمعزورة أول مرة بقى محتارة كده بجد مش أقول رأيي غير في الآخر بس استنونا بعد الفاصل بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر